اليوم رئيس البعث الرياضي ببوحجلة سيخميس الحمزوي مساه نور ومرحبا بك سيخميس مساه نور وشكرا لإذاعة الحياة تفاهم على الدعوة وان شاء الله نكونوا نقذيوا السواعة نحكوا فاعل مشاغل الرياضة في الجيها وفي بعث بوحجلة خاصة مدرب فريق كبر كورت القدم ببعث بوحجلة صبر الشريف مرحبا كوتش مرحبا بك ومرحبا بك ومرحبا بك في السلام مستمعين اللاعب حمزة السلامي دي منقول حمزة السلامي من نجم ونقول كان على مرة على فريقه الأم الشبيبة الرياضية القيروانية بالإضافة العديد التجارب مع برشا في رقصنا يحط الرحال مع البعث الرياضي ببوحجلة وشرفنا بالحضور في الاستوديو مرحبا بك حمزة مرحبا بك خواه السيد ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة حياة تفاهم دونك أكيد هات نبدأ بالأمور الإدارية مع رئيس البعث سيخميس الحمزوي أكيد رئيس بعث بوحجلة خاصة الأحباء والمتابعين للشأن الرياضي في جيت القيروان ولا في المعتمدية ولا وينما كانوا حبوا يعرفوا الوضعية الحالية منذ مسكم بالمقاليد الإدارية شناية الأمور المادية شناية وضعية الفريق الرصيد البشري أهدافكم الموسمة ذاية باش نقدموا شوية بعد تباعا في الأحديث شكرا بالنسبة للوضعية الإدارية والمالية للبعث الرياضي ببوحجلة وضعية نعتبرها متوسطة إذا كان مش نقولش فوق المتوسط بحكم أن معنا تسلمنا الهيئة في ظرف قياسي بريسك كان سبتمبر يعني فترة قريبة على انتلاق البطولة الحمد لله معناتها بالنسبة للرصيد البشري رصيد بشري حاليا معناتها ثاري تقريبا ثلاثين لعب معناتها في سنف الأكيبر النتائج متوسطة ونطمعه الأكثر بالتبيعة معناتها فما ما تشويت مشيت معنا الكورة مقابلات ما مشيتش إن شاء الله معناتها في القادم يكون معناتها المستوى خير الانتدابات الجديدة اللي وقعت معناتها في الميركات وهذا معناتها مستوى بشرين خير ملاعبية ذو خبرة متأكدين أنه مشي قدموا الإضافة معنا كنا نجموا نكونوا في مراتب خير مثلا كما عوام الخارج عن نطاقنا آخر مقابلة يعني التحكيم هو اللي عنده الكلمة معنا باش للأسف أنه البعث يهودوا بنتيجة ما كانتش منتظرة بالنسبة لأنه إحنا اللي كنا نطمحه المخير على المستوى المادي وعلى المستوى التسييري معناتها وضعية النادي في فترة هذه بالنسبة للمستوى المادي والتسييري للأمان أنه نحن عدنا هيئة مديرة معناتها متماسكة الهيئة المديرة لكل تخدم معناتها عمل جامعي ما ثماش رئيس ولا أمين ميل ولا نياب رئيس لكلها بالحق معناتها عدنا 13 عنصر مشكورين لكلهم قاعدين يقوموا بالإضافة المرجوة اللي ننتظرها بالنسبة للمستوى المادي الحاجة الإيجابية أنه في البعث أنه لحد اليوم نقول لك أن الناس كل بريسك خاصة في الشيري متاعها خاصة في بريميتها في المناع في مستحقات في مستحقاتها أبقى أنه بالتبيعة معناتها تعرف سيزون طويل وعلى عكس المواسم الفارتة أنا كنجي نقول لك مثلا نعملوه للجمعية تلعب عشرة ماتشويت خذية ستين ألف دينار من الوزارة أسناء نلعبه سنين وعين يشيرين ماتشو هم أربعة في الكوب بتعدوا وشاء الله المذابين يتعدوا ستة سبعة لما لا معناتها سلسة وعشرين ألف دينار يعني المنحة بصراحة معداش تفيل بالحاجة معناتها نورمال مو تتضعف مش تنقص وهذا هناك معظلة نحنا لقين تجاوب بصراحة معناتها من أحباء البعث سواء في الداخل ولا في الخارج في الداخل معناتها فم عبيد عاونت ووقفت مع البعث ومعناتها كان مش نذكر مش القائمة طويلة نفس الشي في الخارج للأمانة معناتها كل ما نستحقهم ومش كل ما نستحقهم أنا مش نذكر شخص وزوز وثيث معناتها واحد ويكلمني أنا البارح كلمني من أمريكا بقسس قال لي أخويا اسمعهاي المساعدة متاع البعث عاد الحمزوي يكلمني من السويسرا وحط لي ألف أورو للبعث معناتها ناس هذوما والقائمة طويلة عبدالله فيصل الشريك معناتها ناس بصراحة برشا بيعدة وقفة مع البعث من شاء الله ربي يوفق به هذا على المستوى المادي والتسييري واللي فهمته من كلمك ذمنيا أنه يبقى الهدف الأول يبدو للصعود بالنسبة للفريق في الموسم هذية ندخل شوية في الأمور الفنية مع المدرب صابر الشريف كيد كوتش على مستوى الرسيد البشري على مستوى النتائج كيف كيف معناتها كثر الحديث والحل ما بديت تكبر كما يقولوه بلوغة الكورة خاصة بعد بلوغة دور 16 من كاس تونس لكورة القدم تقييمك إلى حد الآن المشوار الفريق منذ بداية الموسم وتأكيدا وتكمل الكلام الرئيس معناتها عن مستوى الفني كيف تحكم على المسيرة متاع الفريق إلى حد الآن بالنسبة للمسيرة تصمم مرضية ما هيش كما كنا نتصورو خاصة في من ناحية أنه الرسيد البشري فما لعبين متأهلوش في الثمانية جولات الوالح ما لم يتحل المركاتو عنا ملاعبين ما زلوكال تحقوا بنا احنا البيت من الأول كرسامناع ملايق المديرة كان زمان البقاء مهم بعد وقت اللي عملنا الريكريت موظومة وأهلنا عادة لعبين معتها كانوا مهمش مأهلين حالين نجموا الحلمة تكبر وخاصة شفتوا روند مو معتها في كاس تونس وننتظروا شعلا روند مو ما خير شعلا في الشامبيونة بيه إذا كان ما نحن نحكي على حاجات الكسترا سبورتي فهي كمانيش مش نحكي علىها فما رئيس جامعين نجم نحكي علىها ومسفولين أنا ماذا بيه من بيه انتي كمدربة كيد تطمح باش تقدم في كاس تونس وتمشي الأدوار متقدمة لكن كما كنا نحكي ويبدو لي الهدف الأول هو الصعود بالفريق للرابطة المحترفة الثانية هنا ثم شكونا كيقول لك ثم تنيقظ ما نقعد شي في الكوب نركز على مقابلات البطولة انتوما كايتار فني معناتها شنو موقفكم الحكاية دي اكيد تخموا فيها معناها بالتوازي نعرف مقابلات الكاس وتزيدها مقابلات البطولة باش تدخل في نساق ماراتوني واكيد معنات نجم تولي حتى باش تكون اه ايجابية تولي عندها عكس وتولي معناتها حكاية سلبية على الفريق اكيد دي مما مما لا شكة فيه اه الاول حاجة ساعة كاس تونس بلغة الكرة هنقولوا احنا الامة لي تفاهمين فيها الحكاية دي لكن احنا وصلنا لمرحلة معناتها وصرتوه وقت لي تكون القرعة مناسبة صرتوه في الدور الجاي بالرغم اللي مباريات الكاس الكل ما فهمها حتى مباراة سالة ما فهمش احكام ما فهمش فريق كبير وفريق صغير وما تنجمش تتكاينب حتى نتيجة لكن احنا عليش ما تكبرش الحلمة وعليش مربع ما ما توتينش فرصة اخوينة عملوا حاجة المعietenك اللي تبقى في تاريخ الجامعية في التاريخ الجمعية التاريخ الجمعية في في النجاح الجوالية والاحت اياهٍ جيش فرقوابا كواتينا هي على الصمبينات لما اشياء كافي آمن من القبض ونعود وقدام الرئيس اول ما بدينا كان الوبجك تيف انتين وانتنين غراسك لدي كوي انتينك بتاهت التحذير Никحائية علي navy حتى الوقت باش تعمل كاستنج في الريكيتمون وتختار والمرشي يعني كان ما عندك شبارشة وقت جيس الجامعية الموم دي مارت مع انو فامازوز وهي ثلاث علعبين خرجوا ودو جوار مومش مأهلين ثمانية جولات احنا هنقاسيهم حتى كتلافط للبنك متى يجيش في بوست معينين متى يجيش ابا اكثر من دوب ليرس حاليا بعد احنا كوصلنا احنا رأوا الوقت يش تحركنا وقت اللي شوفنا انو هني كباب باش نكبروا الحلم وولي مش تصرف العام الجي علش بوركوابا ما نصرفوش جزء منو العام الجي وعنو وليدات اللي حتى اللي قاعدين موجودين في المجموعة نحكي على قبل تريب معتها هذوما وليدات معتها باهين هلش لا بوركوابا احنا ما نزيدوش ندعموهم بعناصر كما حمزة حمزة كما جليل اه و اني قادرين على تقديم الاذافة كما تيبي كما عمد الغابي ايه فاهمتني هذولا اذا كامش دي بجوات كما هك خوية ما غير ما نحش ممنع احنا ما شوف ما فيمااش وعود في الكورة وفاهمة باراماوت او في كورتونس والتفاهمة حاجات دي كوليس اي صحيح حتى شي ما هو مضمون يعني نجب تحط انتي برنامجة بتاع الصعود لازم تحضر له وتعمل دستاج وتبدأ كاستينك من الخرطة وتبدأ تحضيرات من الأول وكذا كذا هما احنا وقت لي شوفنا انو نيفو بلاسك في البول متقارب شوي بوركوابا اونا يجب تحضيرات من الخرطة بهي اكيد جدا مش نعجوا نحكيه اكثر بتفاصيل على الامور الفنية هيت انكملوا تور دوتاب الامتاعنا مع حمزة السلمي لعب البعث الرياضي ببوحاجلة يظهر لي كما كنت تسمع في الكوتش حمزة معانيتها من خلال قدومك انتي والباقية في المركات واللي عززت الرسيد البشري اكيد المسئولية مش تكون على عاطقكم من اجل تقديم الاضافة كيفاش لقيت المجموعة وكيفاش لقيت الاجواء في البعث الرياضي ببوحاجلة منذ قدومك في المركات والفارت بو اخويا السيد خلينا نكونوا واضحين الساعة انا يحصلي شرف اللي انا لبست مريول ببعث بوحاجلة اول حاجة بلادي قروان معاني تابع القروان وانا كنت نلعب في الساقية ما كانش فما معانيها في مخي اللي انا باش نخرج ولا باش نفسخ من الساقية لكن لقيت اللي انا عندي طو سنين نلعب بعيد على القروان كيفاش لقيت اللي انا وكيفاش لقيت الاجواء وكيفاش لقيت اللي انا صابر قلت علينا نرجع لبنادي وانا كيف تلبيس الأخذر والبيض بوحاجلة وانا كيفاش لقيت الوحاجلة لقيت لقيت برشا لقيت اللي انا عندي بالنسبة للجروب والفكتيف لدينا مخلط لقيت صغير وما بين لاعبين خبرة كيما بين الترابلس يعني مدل غابي بريسك معناها ترينينا مع بعضنا عنسي شكري معناها قبل دون كل واحد في عائلته معندي أنا بالنسبة لي أنا دخلت من أول نهار عبارة عن ترينينا معندي خمسة سنين ستة سنين تاني ما عنديش مشكل في التأقل التأقل صار فيه صحيح فيت ماشاء الله جروب نظيف لحقيقة خلينا نكونوا واضحين الهيئة قاعدة تخدم بصراحة من معناها حاجة تتحسب بلهم الكوتش كيف كيف قاعد يخدم دونك معناها كيتشوف اللي في الكتيف والجروب أنت قلت لي معناها مسئولية معناها أنا كلاعب نحب التحدي ميسيرش مسئولية نخذه على عاتقنا خطر بلدنا ويزمنا نوروها ونورو لعباد اللي جابتنا وأنا معناها نحكي كتشوفني سايد نحكي هكا بالثيقة خطر نعرف الملعبية اللي يلعبوا معي نعرف شنو القروان نعرف شنو رجلة وروا بالحقرة كتشوف عماد الغابي زي يلعب مضروب كتشوف بيليل ترابلس يلعب مضروب معناها وتشوف جوارات حتى بوحاجلة صغار وغرين تفهمة واحد ما تخافش معناها أنا تواب نحكي أنا والكوتش قدتوا ما سابت جينا النادي راضي سفيقسي لهني ما فماش مشكلة إذا تراه معناها الموتيفاسيون موجودة ما تخافش بالنسبة للجروب متاعنا بقدرة ربي أنا متفائل بشنمشولي بعيد ما زال ما تلعب بحد شاي بالبطولة وبالنسبة للكوب نجمه نقدمه نجمه نجيبه جمعية كبار البوحاجلة ويكون مهرجين والبلاد تتعرف وتتنور وإن شاء الله نكونوا نحنا طال أخير عليه يا رب أكيد جدا إن شاء الله بالتوفيق البعث الرياضي ببوحاجلة سي شكري على غرار أندية القيروين لكل رغم المجهودات اللي قاعدين يبذلوا فيها أكيد تم بعض النقاط اللي ربما ديما تعاني منها في رقجية القيروين على مستوى البنية التحتية على مستوى الاشكاليات المادية رغم الاجتهادات متع المسؤولين كما كان يحكي سيخ مايس الحمزوي اللي حاول يجتهد من أجل توفير الدعم وإلا مستحقات الملعبية وما إلى ذلك ونعرف وتوحاتها في الرابطة معناتها المحترفة الأولى والثانية وشوفنا عزوف برشا المسؤولين وابتعادهم عن التسيير لسببه ولأخر وأكيد المشهد الرياضي في تونس معاش يخفى على حتحت وآخر تقريب مشهد في الرياضة هو اليوم ناديس فيقسي يعني يأجل الجلسة العامة بتاعه بنغياب ترشحات لي معناها انتخابية معناها الجلسة العامة تتأجل وهذا يعليش معناه يزيد يكبر معناها المسؤولية عند مسؤولين بتاع الجمعية بتاع بعثبو حجلة للي شيء كونه وقت لي تنقص السسم والمنح المدى المصاريف تكثر يعني حتى الارتفاع من الأسعار معناه هو في حد ذاته يعني عايق بالنسبة للمسؤولين وذلك عليش معناها أنا نحب نشكر الرئيس على المجهود الكبير يبذل فيه وفي وقت معناه الناس ولا تهير بمتسيير الرياضي للي شيء كونه ولا عبء كبير بالحق عبء كبير راهو واحد هو صغار وفي الدار معناها ويا ربي يوصل معناها يأمن لهم حاجياتهم خلي مش تتطقة جمعية وعندها في هالي كاديكوري متعلي جون وما تشويت متع نهار لحد تلقاه ساعة ساعة عنده ثلاثة دي بلاسمونات متعلي جون مع الكيب سينيور والكار يعني بها ربي كمنيمشي يجيبها والإعاشة متعلي ملعب بها هذوك ما وخلاصة يتعرفني هذيك عنيش أنا نقول معناها بمرة الأخرى نسمع فيه رقم بالنسبة لسيئين 15000 دينار يعني كان منحة أول مرة تتعطاه يعني مزيت ما أخذيه حتى فران شاعة 15000 دينار أكثر مشترة العام تقريبة عدة يعني هناك إني ناس مش حاسة باللعبات فيش قاعدة تعاني بالمعاناة هذي في الجانب الإداري معناه ويناك نبقى مسؤول لنقول يا ربي إن شاء الله ما يهربشي معناه لأنه يدخل ممكن متحمس كيراك جبل متاع المشاكل يهرب المشكلة الثانية على مستوى الفني على مستوى الفني حسب من رتبلوه أنا تقريب بوحجلة مش بعيدة إثناش النقطة اللي ليني ثمانتاش ثاني سبعتاش ثلاث ستاش خمستاش أنا حاجة بركة معناها بعث بوحجلة حكم متابعتي معناها المقابلات الكل تقريب خارج الملعب فراجيل يعني كان المعناها انتجة إيجابية لتصير في بوحجلة تصير انشانمون مع انتجة إيجابية من خارج بوحجلة يعني تصور أنت ثلاثة نقاط بركة جاء من خارج بوحجلة اليوم بوحجلة تقريب عند خمستاش ولا ستاش النقطة هذيك عليش يعني الخلل هذيه لابد معيش ونطمو نعرف سيصابر معناها ونعرف وشي نحن عايشين في تونس فماليزيك سترا سبورتي فالله غالب هذا قانون اللعبة هذا المنظومة شكور يعني انتو ممكن ما زلتوا فاقوه أنا ملكي أنا نتكلموا الكلمة داية فما حويش تتلعب خارج معناها الملعب وفما كواليس كبيرة برشة تصير على مستوى التعينيات على مستوى الايبي على البرشة حويش تصير وقعدت عم في فارق وراء الشيء داية ممكن فما الناس تنكروا أنا نأكدوا معناها في الاقسام كل من رابطة المحترفة لولا للرابطات جهوي فما داية سترا سبورتي فهي رقاة طعم في الفارق على مستوى النتائج بتاع الجمعيات بيه سي شكري خلينا نقدمه شوية وان شاء الله اكيد مش هذي الفرصة لولا ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا اكيد في حصاص رياضية اقادمة ونصلتوا الضوء اكثر على البعث الرياضي ببوحاجلة اكيد نستغلوا فرصة وجودكم معنا رئيس النادي خميسة الحمزة ونحكيو خاصة على المشاكل اللي يعيشها الفريق حكيو برشة على غياب المدارج والمطالبة بمدارج معناتها الضغط الكبير على الملعب نعرف مشكلة البعث الرياضي ببوحاجلة في جهة بوحاجلة معناتها هو ينشط في كورة القدم نعرفه ثم فريق الامل وثم جمعية النسائية وما الى ذلك من المشاكل انتوما تقريبا اهم الاشكاليات اللي تعتذركم على المستوى التسييري اليومي كما كان يحكي سي شكري واللي ربما ملقيت لهاش حلول في الفترة هذية شكرا سي السيد بالنسبة المشاكل بالحق معناتها احنا 12 جمعية في المجموعة متاعنا بعث بوحاجلة الفريق الوحيد اللي يتنقل ما عندوش مدارج يعني كمش يتكور ضد لحداش الاخرين تلقام الكل بالمدارج متاح الوحيد بعث بوحاجلة مش مقولك مدارج انا انا مش ابو تيران بو سيلم ترواتي راخير من تيران بارك متاع بعث بوحاجلة واحد اثنين تعرف انت مثالين مات شويت كلها لحد اللي فات في الحاجب والأبو سيلم مناسبين ناس الدخل بيون 3000-5000 مهما كانت معلوم رمزي اما كان النجمي عاونت حتى ولو التنقل متاع المات شاذك اي مصدر متاع دعمان بالنسبة لنا احنا ما فماش حتى مدخيل من ناحية هذه اثنين والاهم انه مش حتى مدارج ما عندناش ملاعب فرعية ولو ملعب فهمت ليس اثنين فهمت ليس اثنين فهمت ليس اثنين اي او امل بوحاجلة وبعث بوحاجلة في مرحب واحد وهو كذلك سي شكري يعني خلتنا معانات كبيرة وسعي بيسر وقلت هالهم ونزيد نعودها ونأكدها انه مستحيل انه بعث بوحاجلة يكون جوارات على مرة ثلاثة واربعة وخمسة سنية متلقاش ممساكن يترانوا في اشتر تيراء يقول مينيم كده جنيور منها متاع بوحاجلة ويقول مينيم كده جنيور متاع الامل كيفيش مش تنجم تكون الامل يقول مينيم كده كبير على المرعب منهم في الاوت ياما بتاع تيراء وإلا يعملوا نهار بنها انت جواري يتراني لك حسين معاناتها صعيب ياسر احنا ان شاء الله بالنسبة الامانة معاناتها فما في الفترة هذه فما تحرط بالسلطة الجيهوية معاناتها السايد الكاتب العام السايد الولي على اساس انه فما تم وعود طلب عروض اهبط ثاني ان شاء الله اذا كان ما فماش مشاركة مش يمشوا بالليت صفتها مباشرة عنها واي خطر على مرشيدي وان شاء الله ان شاء الله هذه البشره انزفوها معاناتها بصفة رسمية ان شاء الله تلقي وعود وعود لا 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 امان سيد الكاتب العاموا سيد الولي ان شاء الله هذه معانتها اقل من حتى ثلاثه يام معاناتها حكينا في الموضوع وان شاء الله ربي سهل نفس الشيء من المشاكل اللي تعترضنا يومينا وحاوس يا حمسة جوار احنا عدنا تقريبا عشرين جوار يومين لتنقلوا من القروان البحشة مصاريف تنقل يوميا معنى هذو مئة دينار خاتي كل شيء معنى هذو ما بايش يحضروا هما لسيون هذو ما تليتهم لين غرب يوميا يعني هذو عليش ان شاء الله ان شاء الله معنتها نعملوا برنامج لانه نحنا كما قلت لك للأمانة انو زادا هنلوم على الهيئة اللي انا رئيسها انو نحنا قاعدين فما اخلال على مستوى التكوين وعلى مستوى الشباب وممكن زادا اللي خلانا متشجعوش الظروف اللي كنت نحكي فهه نجمش متعمل وتعمل مدير فني وتعمل ديزنترونير كاليفي وا 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 وفي الاخر متلقاش بساكن كيفش يرانوهم وا 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 بهي على المستوى الفني المدرب صابر الشريف يظهر لي اكيد الأحباد ما يطالبوا بالنتاج على مستوى البطولة كما كان يحكي سيشكري على الوضعية في الترتيب ما زالت حضوذكم قايمة من أجل اللعب على الصعود اكيد انتوما في وسط الموسم هذه تحاولوا تتعاملوا معه موجود على مستوى الرصيد البشري على مستوى معناتها كيف كيف الموجود على ذمة الاتار الفني ويحاول يتأقلم معاه باش يلقى الحلول وتجتهد احيانا كما كنت تحكيين معناتها قبل المركات وكنت عندك بعض النقاص في بعض المراكز مش بالسئل انك تتعامل مع الوضعية هذية وفي نفس الوقت تحاول اكيد ترذي الأحباء بنتاج إيجابية اللي حبينا ولا كرهنا التقييم ما يصير كان بالنتاج بالنسبة للمرحلة انا نعتبرها صعيبة اللي هي وقت اللي بدينا والجينا الاشكاليات الذية وبدأت كسوة مدرب وهي قبلة مؤخر ومدرب بلا مؤخر وفي مجمعيات نحن نتعامل معنا كمساق بالقسرين عاملين دوستار لعبت ماتشا ميكال مع لوسيكا الناس تحذر عندها كثموة هذية راوكي مش نحكو على لاكسي سيون راو عنده شروطه شكري ماشاء الله حذر له الظروف المؤمنين مش وكاكة مش فيق الصباح وقلنا لعبت له هذية معتها فما امور سيون تيفي احنا هنا اش حابينا نعم حابينا في نفس الوقت من نبعدوش برشة معتها للتريول قدامي بوديوم وكونوا قراب ونمشيوا يتحلل مركاتو وكما وعدوا معتها الاخوة في الهيئة المديرة دوبة تحلل مركاتو والجانروا احنا قرابة تروى أبوها اه وفرونا جواريت طاو بركوابا صح فما مراحل احرقناها مهم معتها باشكي تحكي تحكي على وانتي ماليين لكن مزل ما فاتنا شي احنا طاو بلسك جمعاة خلق كيف كيف حضور مزلت كايما حاجة باركة احنا عنا دي فكلتيا وطرقتها انتي وطرقها سي شكري حكايت الالكسترير ادو ميسيل بورلومون ان شاء الله نوصلوا كما عنا حتى ديفيكلتي عنا ديفيكلتي الوحيدة في اللي دي بلاسمن ايس كو احنا ما نعرفوش وإلا ديب دو جوار اللي عندن وإلا عندي فوو في الانترونير. لا لا لا. اخيخ 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 اخيخ. شوف. اه سي شوكري. الهنا الاشكالية وين احنا كي كنا في في الويت جورنيل تعديو. الاشكالية تعرف وين. الاشكالية كانت في اللي افكتيف. شاك فواء وين فما ديمك تعرف انتي كل ماتش ترقى اه ما عندكش كدر ما عندكش دو بلير في اللي بوست. ترقى بكو ديفيكلتي. توا بورلومون. انا الماتش الحاجب. هذي حبيتو. ديبار. انتع بديت. جانيني قاتت من بره. الا غالب سارت ظروف اكسترا سبورتيف. ان شاء الله في اول بارتي اخرى. وهذه روك. مش كلمك بكنا انتم مرة. الجمهور البرة في في بوحجلة. يا اخوي اه فهمنا طيب في البلد. في البلد المضمونين النقاط متاعا. جيبونا النقاط من البرة باش تعملوا بها الفير. حتى حاجة من بره. مه مه مه. وهذا يا حق مشروع. وانا ماذا بي ان شاء الله ان شاء الله نساعة تحية كبيرة للجمهور بتاع البعث هذه بوحجلة اللي اه سيرتوه بارتيات معتال كل نافة ما ناس تحب البعث بالبعث بالبعي بالبعي. شوفناك الصور اللي دارت سي شكري خاصة في قبلية الكاس كيفش. وكفي الجمعية وكل بارتيات الهنا وحتى في اللي دي بلا سمورة ومي دي بلا سيورة وجمهور البعث دي بلا سيورة وما فما الناس عندها ظروف معينة والدنيا كبست شوي اما اقبل كانوا دي بلا سيورة مع جمعية. حاجة اللي انا في الكورة ما نوعدش. هما بيحاول الليه بيحاول الليه البعث ريفي انا في اثنية صحيح. بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كيف كانت البعث. ومشاء الله شوفوا السورة وين. وشاء الله بإذن الله مش وصلنا للحجم أخير. والذي أكد كلم توا سابر كونه معناها تقريب مفتوحة بين خمسة وستة جمعيات القديم معناها بنكتة نكتة نكتة نكتة. يعني كنت جيل في مفاريق معناها مخوي كار وهيرب. نقول لك ممكن الحظوظ تضعاف. هماذي بكل هم توا يلعبوا ضد بعضهم. نزل وقفوا بعضهم. في لول انا وقت اللي عملوا لي بول. بالحق ما نتقل. وهذه المجموعة الحديدية بالحق. القسرين والكيف والسليانة. ناس عندها تقالية زي فم. سبيتلا. ما تفهم برشا كذا. واحنا للأماناك شفت. معناتها بنية تحتية اعتبارها منعدمة جملة. وقاعدت توا مع المجموعة هذه. معناتها كانت هي بالحق ما كنا نجمو ماتش سبيتلا مثلا عملنا ماتش كبير لبرة. لكن مع ذلك تبرقي كيف كيف. بالنسبة الماتش الوحيد اللي ما توا بالحق ما قدناش نقبله. باش نخسروا ان شاء الله في المستقبل. اما ماتش الحاجة مثلا عدينا ترحم تقريبها. معناتها مفميش حد شي. الكورة هذيكه هي وكيما قل لك حوائش خارجة على النتاق. واربيتر بالحق ما نعرش يخدم للماتش اللي بعده ولا للماتش هذك. معناتها ناس تحسب فاتتنا. نحنا نخمو في الماتش هذك باش نربحوه ويخملنا على الماتش الجاي. وبحاول ليه فمك الرجال. السيخ موايسر يفم منظومة كاملة. بعدها يزمك تكون في وسط المنظومة. اكيد جدا نتمنى وبعث رياضي ببحاجة معناتها ينصفوه الهيك الرياضية سواء تحكيميا في وسط المقابلات. وإذا كان يستحق الصعود لملا يكون هو الفريق اللي يصعد للرابطة المحترفة. الثاني نرجع مع حمزة السلامي تقريبا حمزة ماشاء الله في اخر الفترة. الفارطة معناتها كان لك عدة تجرب مع عديد الفرق في عدة مستويات تقريبا منذ قدومك البعث بحاجة مع بقية الملعبية. ماشاء الله معناتها خاصة الابنية الشبيبة الرياضية القيروانية اللي خبرة كبيرة لعبتوا فيها سواء حتى في الربطة المحترفة اللولة وعديد الأقسام الأخرى. أكيد أنتم معناتها مطالبين بتقديم الإضافة في الفترة هذه كما كان يحكي الرئيس والمدرب على مستوى التعامل مع المقابلات. نعفوا ثم مقابلات معناتها تكون سخونة بلغة الكورة الملعبية متاع الخبرة اللي بيش يعاونوا اللي بيش يقدموا الإضافة اللي بيش يأطروا الشبان اللي كنتوا تحكيوا عليهم ويبشروا بكل خير بالنسبة للفريق. يبدو لي الدورة هذية معناتها بالنسبة لكم ونتوما على مستوى تقديم الإضافة في الفترة هذية اللي تحقتوا بها بالفريق. صحيح يا سيد يجبنا نكونوا نحنا عند حسن الظن متاع الهيئة وستاف تيكنيك يجبنا نقدموا الإضافة من نواحي كله. أما بالنسبة للماتش الحاجب التحكيم أنا من العادي ما نحكيش لا في تحكيم لا حد شيء. أما التحكيم اللي يشدنا بماتش الحاجب بالحق هو يا سيد ما أي إنسان بش يتعصبن. أي إنسان. مش عادي ركت زي تحكي معاه يدزك. تصور انتي بليل ترابلسي جاي يحكي معاه يدزه. معناها كلم بذيء. بالحق قطلو أنا مشيت تحكيتها معها قطلو رفي كاريري كامل وعمره ما شد لي ربيت لك. معناها بلغة أخرى قطلو بك عنيف. قال لي كان عجبك. راني مش نخرج حمر ولي مش يكلمني مش نخرج حمرة تصور انتي وجوش ثم جوور في الحاجب. عليش تنجم كانت تكون البداية كما قال الكوتش جني النقاط من البرة كانت تكون من ماتش الحاجب. خطر أنا كنت موجود معاه محضرت وشفت. أنا كي جيت نسمع شبال بحاجلة متربحش من البرة وتربح في البلاد. سمحني حمزة بش نكمل ونحكيه في الموضوع هذا نرفع لحضاراتكم أذن صليت العيشية حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان ومجوارها ومبعد مواصلين مشوارنا في تابسبار. اشتركوا في القناة 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 ويحضر روحه لكل السيناريوات خاصة انتوما كاملعبية اكيد في حاجة لكم الاطار الفني في مثل المقابلات هذية خاصة انو حبي يلعب على الصعود راه ومش بش يلقاها معناتها هدية الصعود بالنسبة لاملعبية ولا الاطار الفني ولا الاداري لفريق بعث بحجلة وفي نفس الاطار هذية انتوما الخبرة متاعكم ربما لعبين اكثر مقابلات عشتوا الضغط هذية مع فرقة اخرين وتعرفوا اجوال مشحونة في المقابلات متاع الصعود يظهر لي انتوما معناتها المسئولية تكون مضاعفة بالنسبة لكم وقت اللي تكون التنسيون عالية باش تهدوا بقيت زماليكم باش يتعاملوا كما يلزم في وقت المقابلة يظهر لي هذية من بين المهام متاعكم بقطع النظارة على الجانب الفني وتقديمكم للاضافة في الفترة هذية سيح يا اخوي ان شاء الله كما قلت لكم نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله نعطيه في المقابلات معناها وقت اللي حتى التنسيون كتبدا تكون طالعة نحنا نحاولون نريد ومعناها اللاعبين متاعنا كأنا كبيلال ترابلسي كايماد لغاة بلاعبين اللي عندهم معناها اكسبريونس قلت لكم ماتش الحاجب دونك ما نرجعونوش ماتش الحاجب سيح يا تاو سيح ما عادش نحنا تاو نخمل قدام ان شاء الله بقدرة ربي عنا اوبجيكتيف نحكيوا لاعبين ويطار فني تاو الهيئة عنا اوبجيكتيف اللي هو طو الصعود خطر ما نفهم حتى شي صعيب بالنسبة اللي في اكسبة نعاوده نقول لك سيد رو بالحق من اقوى الملعبية في التيران يعني انا نعرفها كوراويا كوراويا من اقوى الملعبية معناها نجموا نمشوا لبعيد دونك نخدم على رواحنا ونحطوا ساقينها في القاعة وبالنسبة للبوام البرة الماتش جاي عنا عنا الفحص ان شاء الله اخوي هام المنبر هذا اخوي انا انا جيست مش نوع معناها نوع دك انت بقدرة ربي نجيبه ثلاثة نقاط ان شاء الله بالفحص وتبدل مسيرة متاعنا بقدرة ربي بوحاجلة سنين تكون معناها تلعب على المراتب الأولى وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق البعث بوحاجلة هات نحكيو شوية فالحقيقة ونبعدوا شوية على البطولة وهكا تخنى الامور والتي معناتها مشحونة شوية كي نحكيو على المقابلات وعلى أهمية المباريات خاصة كما كان يحكي سو شكري على المقابلات التي تلعبوا بخارج أرضية ميدانك نحكيو شوية على الكيس سي شكري نحكيو شوية هناك نقطة أنا أحب أن نفهمها هناك نقطة هناك رقم وليت القروان هناك ستة جمعيات تقع فيهم أربعة قراوة وعلى أربعة قراوة يظهروا الروحية في وسطهم مثال نعطيك نعطيك الموسمة مجموعة فيها شبكة وحفوز وحفوز تخرج في وسطهم الروحية وقتها تقريب تقريب كالروحية ستة جمعيات نفس الشي في السيئين هناك مجموعة فيها ستة في رقق قراوة يتيح الوسلاتية والسبيخة هناك لا يوجد مفروض القراوة نضعوا يد في يد مبعضنا السناء عم بوحجلة هات اندزوا معاه هات اندزوا معاه المفروض هكا معناها مفروض مفروض احنا في وقت نميكي طلعت السبيخة للرابطة المحترفة فرحنا قلنا هاو فريق تكبر ولا وصلوا للرابطة الثانية وعنا فريق تمنينا فريقي يطلع لكن ما راعنا إلا كأنه الفرق متاع القروان قلنا معا 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 الغريب على بن عمي وهذه ظهرة صدقني اخويا صابر وسيخ ميس وحامس لتوا ما فهمتها لتوا ما فهمتها رغمان لدي تجارة بين بالفرق متاع جهة القروان وكل بيها تقول لكم وخيين ومخيين لكن نهارتا يجي الكورة هارتا يجي الماتش ترا شيء اخو هذين نتمنى هنا يكون نهار هدف أخويا سناء مش نطلعوا بعث بوحاجلة هات الحاجب وهات السميقة وهات الوسلتين نقف ونجزوا معاها كل واحد من الموقع متاعو على الأقل نطلعوا فريق والعام الجيين نقرأ وحسبنا فريق إن شاء الله هكا في مخي هكا سير وإن شاء الله جلاشا على أرضية الواقع إن شاء الله وصلت الفكرة متاعك سي شكري به نحكيه شوية على كيس تونس باعتبار أنه فريق بعث بوحاجلة حقق ترشح تاريخي لأول مرة في تاريخ النادي يبلغ مشوار الدور السادس عشر وإن شاء الله هكا حسب معناتها ما نقوله على المستوى النظري ومقارنتان بالمنافس اللي بشواجهوا في الدور السادس عشر حظوظكم كبيرة من أجل التآهل والذهاب بعيدا في كيس تونس إذا ما استضفتوا فريق في بوحاجلة ونعرفوا معناتها خاصة كما كانوا يحكيوا له خيال على الفريق كفنيا بعث بوحاجلة من الفرق اللي صعيب باش تنتصر عليها على أرضية الميدانة متاحة واللي تكون معناتها صعبة المراسة على أرضية الميدانة متاحة كوتش معناتها يبدولي مشواركم في كيس تونس هذا خلى الناس الكل تستبشر بخير وخلى الناس الكل تمني نفس باش تمشيوا لبعيد على غيرات ما عملوا فرق جهة القيراوين تتذكر معايا سي شكري مستقبل السبيخة اللي جاب التهرجي احنا ديما نقوله ميكرو كوتش ديما نقوله كاستونس ماوش قبل ما يكون للهيئة وقبل ما يكون للجمهور راول ملعبية ديما نقولهم الكاستونس راولي كمنتوما في رمزية خاصة ديما نقوله وما تعرف انت ينجم كما يخدم البلاد ويسوق ويعطي إشاع لإسم البلاد حتى فما ديجوار وفما ديزليمون اللي جون هذوك الموجودين في المجموع وإلا حتى الإكسبريمونتي اللي تنستهم أهل الكورة في فترة ما حير واساميه هذا هو يعني احنا بالنسبة للماتش بالنسبة للماتشوات كاس عمرك متحكيري على ماشي سهل ولا ماشي صعيب وفي الكورة خاصة للماتشوات الكاس للتذكير وقرعة وضعتكم مع غزل البقال ماتشوات الكل خاصة للماتشوات الكاس ما إلا ما نلعبوه الماتش احنا بحاول حدود موافرة على الورق احنا أفضل من البقالت لكن هذا ما يعنيش اللي يجب أن نكونوا حذيرين ويجب أن نحطوا لعبنا إذا كان ما نعبتوهش للتران ونلعبوا 100% ونلعبوا ونعود نذكر باش يواجه غزل البقالت في الدور 16 معاش عنا برشا وقت نخليه وكلمت الخيطية من الحضور ونعملوا مرة أخرى أكيد رئيس النادي إن شاء الله تكون موجود معنا في فرصة وتكون لك المساحة أكثر باش تحكي وتعبر والأهم من هذا إن شاء الله بعض الإشكاليات اللي كنت تحكي فيها إن شاء الله يتم حلحلتها في الموسم هذا الفريق بدأ يكبر حابينا أولا كرهنا معناتها فريق متواجد فيه رابط طلوات مستوى أول يلعب من أجل الصعود للرابطة المحترفة الثانية في كاس تونس معناتها متواجد في الدور 16 قاعدة جماهيرية كبيرة وشوفناك الصورة اللي دارت في المقابلة متع الكاس الجمهور في المنازل المحاذية للملعب وكلها تتفرج من مصور معناتها الصراحة بعض بوحجلة تقاليد حابينا أولا كرهنا إن شاء الله يكون ليه ملافة الربطة المحترفة الثانية إشنا تنجم تقول الأحباء والعائلة الموسعة البعث بوحجلة وإحنا مزلنا في وسط الموسم الكرهوي إشنا نجم ونعضوهم إشنا الرسالة اللي تنجم والتي تحب تواصلها له نحب نبلغ الساعة تحياتي للجمهور العزيز بتاع بعث بوحجلة مقابلة الكأس نحب نرجع لها شوية عرج اللي غزيل اللي قالتها لا يستهنوا به نربح جمعية أريانا ونعرف جمعية أريانا وماهي لديل لكن أحنا كهيئة مديرة وإيتار فني ولاعبين كما قلت لك أنا ما عادش نخاف تولي أنه اللاعبين الخبرة الموجودين في بعث بوحجلة ما نستورش تلقام حتى في أريانا متأكد أننا إن شاء الله باش نروحوا بالانتصار لأحد القادم من البقالتة أحنا كهيئة مديرة زادة نفس الشي باش نحاولوا نوفروا كل الظروف الملئمة ومن اليوم ما بدينا نبرمجوا معنا في إقامة الفريق في المهدية بحكم ما قربها للبقالتة إن شاء الله نكونوا قبل المقابلة معناتها بنهار غادي في المهدية طلب الجمهورنا العزيز باش يقف معا البعث في الفترة هذه نعرف المال قوام الأعمال الدعم المالي ضروري ما تنتظروش حتى الهيئة باش تكلمكم إن شاء الله يا ربي يقفوا معنا ويدعموا الجمعية في الفترة اللي هي تنتظر بالحق إمكانيات مادية كبيرة كما قلت لك بحكم إن السق المرتوني للمقابلات إحنا توبق بعض بوحاجلة في أسبوع ثلاثة مقابلات إن شاء الله ربي يوفقنا والكيس هو اللي قعد يعرف بارشا أكثر بحول الله نربح ولا بقاتل نلقوا وإحنا في الثمن النهائي مش نرى ابو محمد سوسا ولا منزل برقيبة وسهل برشا إن شاء الله أكيد تتوى أسبقت الأبور إن شاء الله على المستوى الواقع كله على المستوى النظري إن شاء الله بالتوفيق البعث بوحاجلة كوتش صابر الشريف كلمة الختام إنت شنا وتقول أحب البعث بوحاجلة وأكيد بعض الرسالات اللي تحب توجهها خاصة نذكر في نفس الإتار قاعدين يتابعوا فينا برشا على الصفحة الرسمية الحياة أفهم أكيد في الحصة هذه وإن شاء الله كما وعدكم يكون عندكم مناسبة قادمة يتكون معناتها الفرصة أكثر باش تعبروا على رأيكم وتعبروا على الأفكار اللي عندكم وفريق بعث بوحاجلة أول حاجلة سعى نحب نشكرك أنتم منسكول على الاستيضافة أنت وصي شكري هذا وجبنا العفو بالنسبة للنحب نقدم تحية كبيرة للجمهور اللي واقفة معنا وناس تدزم معنا وتدزم على الملعبية ونحب نشكر صدام لعبيتي خاصة بصدق معتها مضحيين وفي كل بارتية تقريبا حتى اللي خسرناهم والكل كو سواء دومي سئل ولا الاكسرير سيرار وين شفت إنسان قسر ولا حاجة إن شاء الله إحنا بش نواصلو إحنا بتبعه يقولنا لنا في الكورة أنا من عدوش أنا مو علش من عدوش مش قلت ثيقة في إمكانياتنا ولا قلت ثيقة في ملعبيتنا أنا خطر نعرفه الكورة متاع تونس فهي حاجات إكسترا سبورتيف واضح وهو عد الحر يدين وأنا ما نحبش أنا ما نحبش نرجد موسيل واضح كل صدق بيحاول اللي بيحاول اللي احنا مش نحاول ونمشو موسيقى الو موسيقى في كاستونس ودايبى الجامعيتنا وبيلين ناحنا كايتر فني وكايم لعبية وبالنسبة في البطولة بيحاول اللي احنا مش نعملوا الموسيقى ونحاولوا إنه اقبال لعبنا باراش مهم وما وفقه وما وفق ناشرب إن شاء الله سنة ينصفنا الحظ وإن شاء الله بالخدمة وإن شاء الله بالعزيمة بتاع الأولاد الموجودين إن شاء الله نوصلوا جامعية شهر الناسيونال بي نكمل معك أنت حمزة السلامي أكيد من خلال التحاقك ببعث أبو حجلة وأنت وبقيت اللاعبين خاصة نحكي على الملعبية متع الخبرة شنوة نجم وتقولوا وأكيد ديما رأوا حبينا ولكرهنا حمزة ابن النادي ديما وش كيما الانتداب ديما الانتداب يتكون محاسبة متاعه أكثر مطالب تقديم الإضافة أكثر ربما يصبروا على ابن النادي أكثر من المنتدبين أكيد أنت ربما تحاول باش تقدم الإضافة من مكانك اللي هو تقريبا قدام المرمى التهديف الأهداف كيما عودنا حمزة السلامي إن شاء الله أخوي أنا كل فريق نلعب فيه نعطي 100% مع بو حجلة إن شاء الله مش نعطي 120% بحكم اللي هي كيما قلت لك من القروين ونحب نحكي حاجة بالله نختم بها مشكور الساعة على الاستضافة أخوي أنت شكري أما فيما موضوع صغير مش نحكي على ملعبية اللي موجودين في بعث بو حجلة كاذم الرمضاني وناظم الرمضاني عمر هيني التويتي علي الغربي بالحق مجموعة طيبة محمد المحفوظي يتغشي نحكي على اللعبين الصغار الشبين بالحق عنده مستقبل كبير برشاك لو كان ما يكملوا يخدموا على رواحهم إن شاء الله أخوي كما قلت لك أنا نكون في المستوى إن شاء الله ننزيد نسجل الأهدياء في البو حجلة ونوع جمهور البعث رياضي بو حجلة اللي نحن بش نفرحوها مسنية وإن شاء الله في الكأس وفي البوتولة نفرحوها مشاركة السيد قبل ما نكمل وسيد نحبو نعلم أخبار الحافلة خاطر فما الجيالية بتاع البو حجلة معاني هالتوينسة اللي موجودين في الخارج وعندهم الحافلة معاشي سيد رئيس متعلى الجهاز سيخ مايس بالنسبة للحافلة حاليا متواجدة في ميناء حلق الويد كما تعرفوا فما إجرائيات فما إجرائيات ديوانية وكل فما بريفيلاج فسكال نأخذوه من وزارة شباب الرياضة أعطينا الوثاق لكل واخذيناه الحمد لله نفس الشي بريفيلاج فسكال من ديوانة واخذيناه فما المعاينة وصي فما يقول كارتروز وبرشا كما تعرفوا تحديد القيمة ونحب نشكر أحباء البعث بالخارج اللي هما مستهمة 100% يعطيك الصحة سيخ مايس الحمزوي كيف كيف مشكورين الناس الكل على الحضور كوتش حمزة الله سلامي سيشكري بالكحل كيف كيف زملائنا مرسلنا في بوحاجلة لحبيب الغذاوي اللي نسقنا الموعد مع الضيوف ادم المتراوي المكلف الاعلامي بالبعث الرياضي ببوحاجلة يعطيك الصحة كذلك سيدة رابل سيمون قدام الميكرو وقلكم متابعة طيبة لبقية برامجل حياة افهم نتركوا المجال زملائنا من قسم الأخبار نصر الدين حميدة في تقديم